والكلمة الآن لسيد عبد الرحيم سدق شكراً سيد الرئيس السادة الوزراء أخواتي إخواني النواب الطاقم الصحفي السلام عليكم مزول فلاون سأتناول في مداخلتي هذه حسابات التخصيص الخاص كاس وفقاً للملاحظات التي أدرجها مجلس المحاسبة في تقريره التمهيدي الخاص بقانون تسوية الميزانية لسنة 2010 هذه الملاحظات التي ندعو من خلالها الحكومة إلى تقديم لنا كممثلين لشعب توضيحات مفصلة لهذه المخالفات التي سأذكرها والمتمثلة فيما يلي تسجيل خاطئ لأرصدت بعض حسابات التخصيص الخاص إذ كشفت مراقبة محاسبة واستغلال الموازنة العامة التي حدثتها الوكالة المركزية المحاسبية للخزينة ACCT في تاريخ 31 ديسمبر لعدة سنوات متتالية لسيما 2008 و2010 وجود تباينات في الموازنات الافتتاحية وأرصدت نهاية السنة لبعض حسابات التخصيص الخاص ذلك ما يؤثر على دقة وسحة الأرصد ويفسح المجال لتشكيك في مدى الامتثال لمبادئ المحاسبة العمومية وليحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لا سيما المواد 55-77 منه وجود حسابات لم يتم تحريكها رغم الأرصد المعتبرة التي تحتوي عليها نذكر منها الحسابات التالية حساب رقم 302-106 صندوق الشاركة بمبلغ 5.215 مليار دينار حساب رقم 302-107 صندوق دعم الاستثمارات بمبلغ 6.473 مليار دينار حساب رقم 302-093 صندوق دعم الصحافة المكتوبة بمبلغ 0.390 مليار وحسابات تخصيص خاص جامدة رغم توفورها على أرصد معتبرة على غيرار الحسابات حساب رقم 302-123 الصندوق الوطني لتوراث ثقافي رسيده 1.24 مليار دينار حساب رقم 302-124 الصندوق الوطني لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة برسيد 2.250 مليار حساب رقم 302-125 الصندوق الوطني لتطوير الأشغال العمومية برسيد 57.858 مليار حساب رقم 302-126 الصندوق الخاص لدعم مربي المواشي والصغار المزارعين برسيد 1.250 مليار وحساب رقم 302-132 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المراقبين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة برسيد مليار دينار التأخر في وضع النصوص التطبيقية للإطار القانوني المسير لحسابات تخصيص الخاص القوانين المالية مما يؤدي إلى تأخير كبير في تنفيذ المشاريع والأهداف المسطرة لهذه الحسابات على سبيل المثال الحساب رقم 302-126 الذي تم فتحه بموجب الأمر رقم 0208 المؤرخ في 24 جوليا 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي 2008 بينما تم إدخال النصوص التطبيقية في 17 ماي 2010 الوزن المعتبر لبنية حسابات التخصيص الخاص بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة وقد سجل تراجع حصة حسابات التخصيص الخاص في ميزانية التجهيز بعدما كانت 96% في 2009 انتقلت إلى 89% كما أن تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بميزانية التجهيز بوسطة حسابات التخصيص الخاص انتهك لببدأ رصد الاعتمادات والطابع الاستثنائي الذي تكتسيه هذه الحسابات الموارد الخاصة التي تحتويها حسابات التخصيص الخاص بعيدة كل البعد عن تحقيق الصقف المتوقع أي 43.47% مع تجاهل الشروط القانونية والتنظيمية لاسيما المادة 56 من القانون رقم 1784 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم يستوجب هذا الوضع إعادة النظر في شروط تسيير حسابات التخصيص الخاص وتعزيز الإطار التنظيمي لهذا التمكن من إضفاء الصرامة في تسييرها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة